على مفترق طرق يؤدي إلى عدد من المحافظات والمناطق الأخرى يتربع قضاء الحويج جنوب كاركوك المسيطر عليه من قبل داعش تحول هذه المنطقة إلى ثقل التنظيم العسكري بات يشكل تهديدا قد يعبر حدود كاركوك ليصل إلى نقطة غير متوقعة وبحسب القيادات الميدانية فأن السبب هو وجود طرق سرية للتسلل والتهديد ولذلك أدرج هذا القضاء ضمن خطة التحرير المقبلة كضرورة أمنية لا يمكن تجاوزها الحويج تعتبر مهمة جدا من ناحية أمنية للعراق عموما باحتبار أن حدود الحويج ترتبط أكثر من محافظة من الجهة الغربية محافظة صراح الدين ومن الجهة الشرقية محافظة كاركوك ومن جهة الجنوب ديالة وبالتالي أغلب هذه المناطق التي تتحررت تجمع الإرهابيون من كل منطقة من كل هذه المحافظات واتخذوا الحويجة مقر لهم مقر مهم ووفقا للمعلومات الواردة من داخل الحويجة فإن تنظيم داعش والسعى من استراتيجية سيطرته على القضاء فلم يكتفي بالجانب العسكري واستغلال المواطنين كدروع بشرية وإنما عمل منذ سيطرته على إنشاء مدارس خاصة لترويج فكر التنظيم لينجح بكسب العديد من أبناء المنطقة كمقاتلين متطوعين ضمن داعش هذا القضاء حقيقة يشكل كأنما فلوجة ثانية من الناحية العقائدية لدى عصابات داعش نشاطات كبيرة هناك ومدارس وجوامع تدار منها الناحية العقائدية لهذه العصابات إضافة إلى كونها قاعدة عسكرية وأمنية مهمة تحرير الحويجة وبحسب المتخصصين أمنيا سيسهم في عزل التواصل الجغرافي لداعش ما بين الموصل وكاركوك وصلاح الدين وصولا إلى ديالا فضلا عن إنهاء وجود التنظيم في كاركوك وإبعاد تهديده للحقول النفطية بعد أن تحولت الحويجة إلى مركز فكري وعسكري واقتصادي لتنظيم داعش تنوي بغداد إعطاء هذا القضاء أولوية عسكرية في معارك التحرير المقبلة من أجل تحريره وإبعاد مخاطره عن المناطق المجاورة محمد الفهد بغداد الميادين